صحيح إن أوبرو كريم بدأت لمتنفذين وأصحاب قرار؟ أوبرو كريم شركات عالمية يعني وكلائها في الأردن لأنها اشتغلت بدون ترخيص فترة على ما مسكناهم يعني مرقوا الجماعة ولن يوم بشتغلوا بس بدي أسأل سؤال إنما بتكون الشركة عالمية مسجلة بالبرصة العالمية مالكينها متعددين مساهمة عامة لها أسهم تنباع المسؤول هنا عنها أو وكيلها ترى موظف يعني بتغير بيوم وليلة فكيف متنفذ؟ لا هي كل القصة إنه كان هناك يصدر تشريع فكنت بتدور على التشريع كان يقولوا قانون السير يمنع قانون نقل الركاب يمنع فروحنا على قانون الهيئة نفسه ومش أنا صحيح الوزراء اللي قابلي لقوا إنه يجوز ترخيص أي نشاط بموجب قانون الهيئة وهذا نشاط فعليا فطب عملوا النظام عليه قلت لك كان فيه شوية عيوب صلحنا العيوب وعدلنا النظام اليوم الإجراءات التفصيلية اللي هو إنك بدك عدم محكومية اللي بشتغل على هذه القضية بدك رقم السيارة بدك موديلها كل الإجراءات هاي تعود للشركات يجهزوها وإحنا إن شاء الله من بداية أيام نكون جاهزين لأصدار المخص لأصدار المخص